مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اول صدام حقيقي بين المصريين اللي بيسعوا لتمصير الرياضة في مصر والاتحاد المختلط بقيادة انجلو بولناكي وكان اختيار البعثة الولمبية المصرية في دورة انفرز سنة 1920 محور الصدام وانتصرت رغبة المصريين فاتشكلت لجان من المصريين لاختيار البعثة الولمبية في الالعاب المختلفة فكرة القدم على سبيل المثال اتشكلت لجنة برئاسة جعفر ولي باشا وكيل النادي الاهلي وضمت اعضاء من مختلف الاندية لاختيار لعبي المنتحد وفي الدورة خاض منتخب مصر مباراتين خسروا الاولى قدام ايطاليا اتنين واحد واحرز زاكي عثمان لاعب المنتخب اول هدف رسمي لمنتخب مصر في تاريخه وكسب في المباراة التانية يوغوزلافيا بنتيجة اربعة اتنين واحرز المركز التامن وده كان اول فوز رسمي لمنتخب مصر وكان من ابرز النتائج حصول المصارع احمد رحمي على المركز التاسع في المصارع الحرة تحت 75 كيلو وتكلمنا عن استلام الاهلي لقطعة ارض جديدة واصبحت مساحة النادي الاهلي 8 فددين و6 قراريت و11 ساهم بعد ما كانت 4 فددين وتلت تقريبا يعني مساحة النادي الاهلي تضاعفت والمساحة دي ساعدت النادي في تشييد ملعب كرة قدم اضافي وكان بيقوم بتأجيره لبعض الاندية والمدارس وده زاد من ارادات النادي الاهلي وقلنا ان النادي الاهلي بدأ يرجع لحالته الطبيعية بعد سنتين اتأثر فيهم من ثورة 19 وتدعيتها فبدأت انشطته تزدهر واخيرا اتكلمنا عن مدراسة الاهلي في الادارة وازاي الاهلي كان بيصنع كوادر في مختلف المجالات الرياضية من طلبة المدارس العليا واعضاء الفرق الرياضية لكن في نهاية سنة 1921 كانت بداية لتغيير شامل في الرياضة المصرية ايه اللي حصل في اكتوبر 1921 وبتعليمات من جعفر ولي باشا وجه فؤاد ابازا بيك سيكرتير النادي الاهلي الدعوة للاندي المصرية للاجتماع بالنادي الاهلي لتأسيس اتحاد كرة قدم مصري خالص ليقود الكرة المصرية بدلا من الاتحاد المختلط والجمعية المصرية الانجليزية لكرة القدم في الايام دي كان موجود ثلاث انواع من الانديها الاول الانديها المصرية ايجيبشن كلابس زي الاهلي والترسانة والقاهرة والمصري والاتحاد والتاني الانديها الملكية او المدنية سيفليان كلابس ودي اندية جاليات ادارتها اجنبية لكن اغلب لعبيها مصريين زي المختلط والتوفقية واليوناني وغيرهم التالت فرق الجيش الانجليزي ميليتاري كلابس ودي فرق اسلحة الجيش الانجليزي المختلفة دعوة الاهلي للانديها شملت الانديها المصرية والمدنية فقط لتوسيع القاعدة وسحب البساط من الاتحاد المختلط والجمعية المصرية الانجليزية لكرة القدم وبالفعل اجتمعت الانديها المصرية والمدنية بالنادي وقررت تأسيس اتحاد مصري لكرة القدم ينظم مسابقات للانديها المصرية وخرجت الصحف بمنشتات بتعبر عن قوة الحدث الاهليون هنا مقصود بيهم الاهلوية بس كان بيطلق عليهم الاهلويون الانديها قررت اختيار فؤاد ابازة بك سكرتير النادي الاهلي عشان يكون سكرتير للاتحاد بصورة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات وتقرر ان تكون اول جمعية لاتحاد الكرة يوم تسعتاشر نوفمبر الف تسعمية واحد وعشرين وجي في الصحف ايامها الاهدي عقدت جمعية الاتحاد المصري العمومية لكرة القدم في يوم السبت تسعتاشر نوفمبر الجاري وقد تفضل حضرة صاحب العظمة السلطان بقبول رعاية هذا الاتحاد وان يكون صاحب السمو الامير فاروق رئيس شرف له وتقرر في هذه الجلسة ان اخر يوم لتقديم الطلبات يكون يوم السبت الموافق 3 ديسمبر القادم وترسل لحضرة صاحب العزة فؤاد بيك ابازة سكرتير الاتحاد وستجتمع الجمعية العمومية في ذلك اليوم المذكور بالنادي الزراعي الساعة السادسة والنصف مساء المقصود بالسلطان هنا السلطان فؤاد قبل ما تتحول مصر لمملكة بعد دستور 1923 واخر يوم لتقديم الطلبات المقصود بتقديم طلبات للاتحاد وبالفعل اجتمعت اللجنة يوم 3 ديسمبر سنة 1921 بالنادي الزراعي واعتمدت قانون اتحاد كرة القدم المصري يعني اللايحة وكان من اهم بنود القانون ان الجامعية العمومية للتحاد الكرة ستعقد في اكتوبر من كل عام ويجري فيها انتخاب مجلس ادارة الاتحاد وبالمناسبة ما كانتش مدة الاتحاد اربع سنين زي ما تعودنا دلوقتي كان بيتم انتخاب مجلس جديد كل جامعية عمومية يعني كل سنة وغالباً كان بيتم اختيار نفس الاعضاء تقريباً او يتغير بعضهم حسب رغبة الجامعية العمومية وجرت انتخابات مجلس ادارة الاتحاد وجاءت النتيجة على الوجه التالي الرئيس حضرت صاحب المعالي جعفر ولي باشر الوكيل حضرت صاحب العزة فؤاد ابو ظبك السكرتير حضرت يوسف محمد افندي امين الصندوق حضرت محمد صبح افندي الاعضاء حضرات البكوات والافندية اسماعيل يوسري ونقولة عرقجي ورياض شوقي ومحمد ابراهيم وطاهر السرجاني وعلي صادق وحسين حجازي ومستر سيمسون مدير الالعاب بوزارة المعارف العمومية الاتحاد كان فيه خمسة من ابناء النادي الاكلي جعفر ولي باشر وفؤاد ابو ظبك ومحمد افندي صبحي واسماعيل افندي يوسري ورياضة افندي شوقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة